السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اه اليوم جهز باش نديركم واحد فيديو. على زوج ديالي. كيفاش اه كيفاش كيكون عندو البلاكار وكيفاش كيردو ولا المريو ولا الخزنة. تسمحوا لي. كل واحد كيفاش كيقولو ولا كل واحد كيفاش كيقولو. اه المهم انا ما شاركتكمش معايا في كيفاش راني صوبت له البلاكار ولكن اه جيزتان لاخر قلت علش انا من قدت له البلاكار ديالو وصوبتو علش لي من اه علش لي من ديرش فيديو ولكن انا ما فكرت حتى القتراصي صوبتو البلاكار قديتو. المهم كيما كتشوفو البلاكار ديالو ولا الخزنة ديالو ولا المريو ديالو كل واحد كيفاش كيقولو المهم انا راني صوبتو كل شي قديتو ولكن غاد نرجع يعني هادي كنعرفها المياه في المياه ما كيانش فيها لا تضحك اللي احتشي هاجا. غاد نرجع مبعد يومين را تلتيام ماكسيموم ماكسيموم خمسية ما دي تكون البلاكار ديالو ديالو سافوا ولا مرون. المهم انا ما موردكوش للربوج ولكن غاد ننخلي هكا وغاد نشوفو مبعد لما غدي يناول الحوايج ديالو غاد يلبس كيفاش غاد يرجع مبعد ما نكملش خمسيام كيفاش غاد يرجع المريو ديالو كيفاش غاد يردو. مهم انا مبعد انا مسراحة نسيت باش نفرمي لكم اللول ولكن حتى القترسي قديت له حوايج ديالو وقديت كل شي كل حاجة فلاستا وهذا علاش قلت علاش لما نفرميش دابا ونشوفو مبعد كيفاش غير رجعه حيث ما كيتوغلش معاه هادي ناسيحة للقاع الرجال يحاولوا يعونوا عيالتهم ويقدوا الحوايج ديالو هما فيها باس الراجل لو در واحد المجهود وقد مع الزوجة ديالو وقد معها الحوايج ديالو ولو يزغير راسو يعني يقد غير راسو هادي شي حاجة بعد ذا راها زوينة المهم انا كما قلت لكم راها حتى طويلة وقديت محيطة الشيادة كنديرو تقريبا كل اربع يام خمس يام خاصني نقدلو البلاكار ولما كان قدوا كيرجع كما هكا ولكن ما كيبقاش هكام بعد حتى لو تلتيام يومين تلتيام راسا في كل حاجة كيفاش ترونت الزوج ديالو لما كانوا الحوايج ديالو المهم الحوايج ديالو لانا طويلتهم كما راكم تشوفو ده برها مطويين يعني مقدين الحوايج ديالو مصبين الحمدلله مطويين مقدين ما كان حتى شي مشكيل مسحت له رغبرة كل حاجة فلستها ولكن هاتش ما غاديش يبقى هكا وغادي نصوركم بعد كيفاش الزوج ديالو لما كانوا الحوايج ديالو معه هو شوية شوية مريض باللباس ولا عزيز عليها اللباس يعني كل واحد كيفاش يحسبها انا ما كانشوف يعني الواحد كي يبدل العشرات كي ما قال اخر اربعات المرات وخمسات المرات في النهار لبس هادو حتى هادو يعني كانت سميه شي حاجة زيدة لحدها ولكن الحكم الراجل ديالي شوية في شوية شي كي زياد خصو يلبس هادو يحط هادو وهذا علاش ما كيبقى حتى شي خويجات مطويين معاه كل شي كي تربج كل شي كي ولي ماشي هو هادك المهم قد نخليكم حتى نشوفوه لما الراجل ديالي غادي نناول الحوية ديالو كيفاش غادي رجاعنا هاد البلاكار من بعد يعني ما غاديش يبقى هكا ما غاديش يبقى هكا ما غاديش تبقى تستيفا نصيحة لكل زوج ولكل راجل ولكل أخ يعني ما فيها بس يحط حوجاتهم هكا يعني لابغا يبس شي حاجة يلبسها يردها كيما كانت سيبا لابل يجي ويرميها من الفوق هكا يعني كيما كيدير زوج ديالي كيلبس شي حاجة ولما كيحيدها راه ما كيردهاش في العلاقة ديالها ولما كيتويهاش ويحطها هكا راه كييجي ويرمي من الفوق يعني وخيل بسها غير يكون غير غادي تلقى شي حدو لهذا كيجي في البلاسة ما يكمل شوية عشرة ديال دقايق ولا نص ساعة وكيجي كيرمي من الفوق وهذا هو اللي كييزعج أي سيدة في الدر ديالها يعني كسبغي زوج ديالها يكون شوية ما يكونش معتاني برسومي معتاني بزوجة دياله يعونها يعني يدخل يشوفه ولو يرانجي غير البلاكار دياله كيما راكم تشوفوه وخرج الصعيب عليه باش يدير الدور ديال المرأة ولكن يعاون يعني ما ما يمنعش يعاون ولو حيد لبس شي حاجة ويحطها او لا غير يقدها في بلاسة كنظن قايا على أخوت فيهم هاد النقطة هادي ولكن أنا نصيحة مني لهم يتعاون مع الزوجات ديالهم ويقدوا معها الحويجات ديالهم هنا وغاد نرجعوا من بعد باش نشوفوه يعني من بعد ربع يام أنا نخلي هاد الفيديو هادا ما غادش نكمله وغاد نشوفوه من بعد الزوج ديالي لما غادي ناول الحويجات دياله كيفاش غادي يرجوه شكرا ونطلقوا من بعد لما ما غادش نكمل الفيديو كي ما قلت لكم لما غادي زوج ديالينا والحويجات وغادي نكمل الفيديو وشكرا وكان نصحكم باللي تعاون مع عيالتكم تعاون معهم ما فيها بس وشكرا نطلقوا من بعد السلام عليكم ورحمة الله أنا رجعت معاكم أنا رجعت معاكم من بعد يومين من بعد ما شتوا البلاكار ولا الماريو ولا الخزنة ديالي كيفاش جمعتها شفتوني كيفاش جمعتها قلتها لكم قلت لكم قلت لكم باللي رضوبها لكم راه غادي ترجع بحلا مع مرامة جمعت يعني من بعد يومين آجوا تشوفوه من بعد يومين يعني جمعتها والي بارح شوفوه شوفوه مجدد لكم شوفوه 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 مجدد لكم شوفو تشوف كل شي تقلب بحال اي لتعطينا على طويدي الحيث نرى معي الاحطوطين بالمقلوب الان سوف أمراك بالخليج المرأة لا ينفع بصراحة شوف الحوايج كيف تضعه بمقلوب المرأة لا ينفع بصراحة المرأة لا ينفع بصراحة المرأة لا ينفع بصراحة تابع بصراحة ينفع بصراحة اذا تلاحظو هان شوفو تل الارض يعني العلاقات يعني طايحين في الارض يعني ماشي مشكل الساك يخرج به يجي رمي لي هكا انتم ما تشوفوها الساك ديالو يعني خلط رمي كل شي من فوق يعني دنيهانية المهم كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم و بيان صغرام رجال يمكن ما غادش عجبهم ولكن مزيان تعلموا كيفاش تعاونوا عيالاتكم تعلموا كيفاش يعني دور ديال الراجل حتى هو في الحياة راه مهم 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 بزاف يعني الراجل اللي عاون الزوجة ديالو ما فيها حتى شي باس إلاجة و قد غير يرح ويجاتو ولو قد غير الفلاص اللي كنعس فيها و اللي عاون المرة في الدار هي عاد الشي هذا كي يزيد يعني بنسبة يعني الرمضان و المرة بزاف ديالي حوي يجي الراجل حتى هو يجي البركار ديالو على صورتكم من حيث تعصبت من حيث حال هاد يكون قد حويجك ولكن هو يلبس عزيز عليه يلبس و يخرج يلبس و يخرج يتشيك من ذاك الشي اللي كي يبقى يعني المرة اللي خاصة تهتم به و هاد شي هذا كي يدر في الخطر كنتمنى هاد الفيديو هاد يكون عجبكم و تعلموا منه حويج من حيث الراجلته هو في الحياة راه خاصه يدير بزاف ديال الحويج ماشي غي برا حتى في الدار يعني بالاخص هنا في أوروبا راه كيل يدلم راه كيل يدر راجل راه مخصم بجوج يتعاونوا و بجوج يخدموا يتعاونوا مع بعدياتهم هاد شي هذا راه ماشي مزيان اللي كي يدر بحال كي يدير الزوج ديالي كي ممكن شوفوه و مشي غير زوج ديالي كي يدير هاد شادا راه عداد 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 ديال الناس أنا راجلي بخوبون قوي بغي يلبس يلبس يلبغي هادا ولكن هاد هو الدفول لكين هو البلاكر دايمن مربج و هاد علاش لنا بغيت نتشارك معاكم مسمح لي ما بغيش نزور فوق من حيث الفوق حويجي يعني الحويج اللي خاصين بيا هاد هو هاد هو التحت هاد هو محويجو هاد هاد هي الحالة اللي شتو كيف شتو اللي شتو البلاكر معايا و ولي بارح كيف شتراني سوا وورت وطويت الحويجو وقلكم ها شوفو يعني ما بعد ديالي شوفوا عشنا هذه وقاع أنا جيت لنا ورى لكم ما كدبتش عليكم هادي هي الحقيقة وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم واللي عجبو الفيديو واللي حتى اللي مع عجبوش كانتمنى تشاركوا معايا في القناة ديالي اللي هي مالاك باري و اتمنى يعجبكم الفيديو وتعلموا حويج تعلموا تعاونوا المرأة تعلموا تعاونوا احترسكم يعني الانسان حتى لو كان يعيش بوحده مزيان حاجة مهمة لانسان يقدر الحويجات دياله و ماشي يدير هكا يعني المرأة ماشي يقراها هنا غير باش تتبع الراجل اللي يطويله وتحطله ولكن حتى المرأة عند الحق باش تهتم بالحويج اللي خاصين بها والراجلة هو يهتم بالحويج اللي خاصين بيه و يكون هكا المعوانة للجوج و شكرا و نتمنى نتلقى في فيديو اخر و شكرا و نتمنى هذا الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايكات ما تنسونيش في الابوني و شاركوا معي في القناة ديالي ليا ملك باري و شكرا لكم بزاف و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته